اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منصورة والعز يبراها منصورة والعز يبراها اشتركوا في القناة اللي احنا ايضا نجدد لهم فيها التبريكات يعني اللواء الركن يمكن احنا تكلمنا واسهبنا في الحديث عن الجاهزية العالية والكفاءات اللي انت تمتمي الى قوة الدفاع البحرين لكن هل في المقابل تمتلك منظومة متقدمة ايضا من الاسلحة لا شك طبعا الجاهزية والكفاءة العالية لمنتسبة قوة الدفاع ارتكزت اساسا على التنمية البشرية وتأهيل الفرد موازي لتأهيل الفرد هناك منظومات حديثة تم ادخالها في قوة الدفاع من مختلف الصنوف سواء كانت برية او جوية او بحرية نعم اللي تتمشى مع التأهيل اللي حصل عليه الفرد في قوة الدفاع البحرين سواء كان جندي او ضابط تأهيل الفرد بالمعلومات طبعا هذي تواكب مع ادخال المنظومات بحيث ان احنا دربنا افرادنا وضباطنا على المنظومات الجديدة اللي تم ادخالها في قوة الدفاع البحرين نعم لو تكلمنا عن المستوى القوات البرية ابتدين بأحدث الموجود في السوق المسؤولين في الغيادة العامة رأوا ان الفرد البحريني قادر انه يستوعب احسن ما هو موجود في السوق العالمي فهذه اللي ابتدين نحن بحيث ان نبتدي مثل ما قلت في البداية مع ما انتهوا وين ما انتهى الاخرين فالمنظومات اللي تم توفيرها منظومات حديثة متطاورة تواكب الوقت اللي كان موجود فيه هذا يعني توفيرها بالاضافة الى سلاح الجو الحمد لله يعني عندنا منظومات حديثة جدا من طائرات الفاس 16 اللي ما كانت موجودة اساسا في منطقة الخليج البحرين من اول من اول بلد في منطقة الخليج استوعبت طائرات الفاس 16 واللي كان يعني يعني اللي بيوفر المنظومة كان يشكك في قدرة البحرين انه يتستوعب هاي المنظومة والحمد لله يعني رجالنا اثبتوا انهم قادرين على استيعاب المنظومة والحمد لله الان لو تكلمت عن سلاح الجو عندنا طائرات عمودية من احدث الطائرات اللي الدول المتقدمة لحد الان ممتوفرة يعني البحرين من اول الدول اللي استلمت هذا النوع من الطائرات العمودية لو تكلمنا من جانب البحري ابتديننا بيعني سفن حديثة فيها من المنظومات والأجهزة والأسلحة الحديثة جدا الحمد لله يعني الفرد المواطن او الفرد البحريني قدر انه يستوعب هاي الاسلحة والسفن يعني الان احنا نفتخر ان كفاءتنا لا تقل عن كفاءة الدول نقول دول العالم الاول حبي اهم شيء يعني احنا ما نتطرق حق الدول النامية لا احنا نتطرق يعني نتطلع تظهر جاهزيتها سواء في القوى البرية او الجوية او حتى البحرية وهناك عمليات مشتركة بينهم كيف يعني وصل اليوم التجانس بين هذه الثلاث قوى البرية والجوية والبحرية في البحرين في قوة دفاع البحرين الحمدلله يعني المسؤولين في قيادة العام كانت نظرتهم جدا صائبة في يعني مع بداية تأسيس قوى الدفاع البحرين انها تكون قوة مشتركة في دول اخرى ابتدوا كل قوة لوحدها كل قوة يعني تعمل لوحدها فتلقى في صعوبة في التجانس احنا في قوة الدفاع المسؤولين يعني اصروا من البداية ان تكون قوة مشتركة والقيادة العامة هي قيادة العامة مشتركة لثلاث الأسلحة فبالنسبة لنا احنا ما لقيننا اي صعوبة لمييننا وعملنا مع بعض من خلال منظومة القيادة والسيطرة اللي هي يعني تشمل جميع الصنوف جميع المنظومات اللي موجودة في قوة الدفاع البحرين وهذه يمكن انا بارد مرة ثانية حق يعني المجال الاداري اللي هو عندنا حاليا شبكة شبكة انترانيت خاصة لقوة الدفاع البحرين رابطة جميع معسكرات طواء الدفاع البحرين جميع منظومات طواء الدفاع البحرين وهذي اللي يعني وسرية تامة يعني يعني لا لها اي يعني نقول تدخل خارجي فيها فهذه اللي سهل هذه سهل عملية التجانس والتعامل المشترك في اي عملية نقوم فيها حاليا واحنا جميع العمليات يعني جميع العمليات وهذه على مستوى يعني العالمي ان جميع العمليات ما في قوة الواحدها تقوم بأي عملية لازم تكون عمليات مشتركة بالتعاون ما بين كل القوات البرية والجوية جميع القوات سواء كان بر ولا بحر ولا جو يجب ان يكونون مع بعض والحمد لله انا يعني قطاعنا شوط كبير لان ابتديناها اساسا ابتديناها صح صحيح والأشاس صح راح يبقى صحيح نعم في حين ان بعض الدول حاليا يفكرون ان اهم يعني يعملونها مشتركة فهذه يعني الحمد لله جاهزياتنا وكفاءاتنا نابع من التخطيط السليم المسؤولين في القيادة العامة بالتأكيد التخطيط العبدور كبير وانتقلك الى العميد الركن يعني يعني ممكن اهتمت قوة دفاع البحرين في توطيد العلاقات وايضا عفوا التعاون العسكري ما بين دول مجلس التعاون فما هي منامح هذا التعاون بدون شك خاصة مع تأسيس مجلس التعاون الخليجي بداية الثمانينات بدأت التمارين مشتركة اعتبارا او بعد ثلاث سنوات مباشرة بجميع انواع الاسلحة من بحرية من سلاح جو من قوات برية فالتمارين مشتركة من ذاك الوقت الى الان وباستمر مع اي منظومة وصلت اليها اي دولة من دول مجلس التعاون واثبتت كفاءته وظن التاريخ يبين ذي الشيء يبين مدى وصول دول مجلس التعاون والكفاءة من بداية لو رأينا قزو الكويت لأينا مستويات دول مجلس التعاون بالتعاون مع بعض وكثير من الازمات اللي حصلت في المنطقة اثبتت مجلس التعاون مدى مشاركته ومدى تعاونه ومدى كفاءته مع بعضها البعض وهذا يدل على اصحاب الجلالة والسمو مدى تأكيدهم بمجلس التعاون مدى كفاءته وان شاء الله هذا مع الوقت بتطور الى معرفة الاتحاد بودي اضيف نقطة بالنسبة حق مجلس التعاون وتنسيق مع دول مجلس التعاون يمكن الناس تشوف اكثر في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي وتركز على هذه الجانب لا يعني اللي يشوفونا ظاهر موازي للجانبين الجانب العسكري ابتدينا وما زال مستمر في اجتماعات سبوعية يعني انا ما بقول شهرية لا في اجتماعات سبوعية ما شاء الله لي لجان مختلفة على مستوى مجلس التعاون في جميع الجوانب سواء كان عمليات تدريب بناهج أسلحة خدمات طبية تنمية بشرية يعني انا ما بقدر احصر كل الجوانب لكن لا يقل عن اجتماعين سبوعيا موجودين ولجان قاعدة تعمل يمكن احنا في يعني احنا نتكلم عن 20 أو 25 سنة من تشكيل مجلس التعاون الحمد لله احنا وصلنا الى مستوى يعني نقدر نقول اللي يعني حلف الناتو وصله بعد 50 سنة والحمد لله يعني تتوج هذا الانجاز باتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون خلي اسألك في هذه النقطة بالتحديد قوة الدفاع البحرين قامت ايضا بعمليات مشتركة مع دول شقيقة واشقاء يعني الى اي مدى ساهمت قوة الدفاع البحرين اليوم في عمليات معينة لحفظ السلام الدولي في هذا المجال بالتحديد وهو من بداية السبعينات يعني خلنا نتكلم احنا عن الاستغرار في الخليج العربي الخليج العربي لم يشهد اي استغرار من بداية السبعينات وشهدنا ثلاث حروب لكن الحمد لله يعني بحكمة القيادة العليا في البحرين او في دول مجلس التعاون قدرنا يعني يعني ان نحجم هذه المخاطر والتهديدات البحرين شاركت في الحرب يعني او ساهمت مع دول مجلس التعاون في الحرب الاولى اللي صارت الحرب الايرانية العراقية بحيث ان احنا كان واجبنا حماية مياهنا الاقليمية وحماية اراضينا بالتعاون مع الدول الصديقة كذلك اللي موجودة في المنطقة في حرب تحرير الكويت غوى الدفاع شاركة مشاركة فعلية بتواجدها بعناصر مشتركة سواء كان قوات برية او جوية او بحرية والحمد لله ساهموا في تحرير دولة الكويت يعني الحمد لله اللي يعني هذه يعني هذه من الانجازات العظيمة اللي قوات الدفاع يعني تفخرت الحرب الثالثة واللي هي كانت قزو العراق الحمد لله البحرين شاركت في الدفاع عن دولة الكويت وفتواجدت قوات في دولة الكويت للدفاع عن دولة الكويت لو كان في اي تهديد عليهم ما زالت قوة الدفاع تشارك وتساهم في جميع الفعاليات الدولية اللي هي يعني سواء كان في الخليج العربي او يعني سفنة وصلت الى مضيق عدن الى بحر العرب لحماية ضد القرصنة فالحمد لله يعني احنا في قوة الدفاع ما كنا محصورين في منطقة الخليج العربي على جانب البحرين وعلى جانب الخليج بل وصلتم الى جانب دولة فالحمد لله يعني وسمعت البحرين وسمعت قوة الدفاع على يعني يعني جدا ممتازة وفعلا يعني لما احنا نستلم يعني الفيدباك ردة الفعل بالنسبة للجانب الآخر اللي نشارك فيه فعلا نفخر احنا يعني عندنا قوة قادرة انها تستعمل محليا وقليما وهذا اندل يدل على مدى جاهزية قوة الدفاع البحرين وقدرتهم على ثبات نفسهم في كافة المحافل يعني انتقل لك العقيد يمكن اسلفت في بداية حديثك وفي البداية وتكلمت عن الخدمات اللي تم تقديمها الى منتسبي قوة الدفاع البحرين وايضا من هذه الخدمات المشاريع الاسكانية فلو نسلط الضوء عليها اكثر بالاضافة الى الخدمات الاخرى اللي تم تقديمها اليهم طبعا نتفضله في سعادة لواء سعادة العميد دكتور حمد العنصر البشري من اولويات القيادة العام والدفاع البحرين صاحب المعالي المشير القائد العام دائما يركز على العنصر البشري والمسؤولين في القيادة العامة طبعا نتكون تهيي العنصر البشري من ناحية تدريبية أو التطويرية يجب ان تهيي الى المناخ السليم تهيي الى المسكن الصحيح والسليم تهيي الى القطاع الصحي تهيي الى الخدمات الشرائية الثانية تهيي الى كثير من هذه الأشياء من أهمها المسكن والدفاع البحرين اليوم تفخر تفخر عنده فريق دائما للعمل هندسي يشرف على معظم مشاريع قوة الدفاع البحرين سواء كانت مشاريع تبع المسكرات أو تبع الإسكان بدأنا ببيوت قوة الدفاع البحرين ذاك الوقت اليوم وصلنا الى بيوت وادي السيل شي نفخر فيه اكثر من 750 بيت تعاوننا فيه مع وزارة الإسكان حطينا فيه لمساتنا الفنية بحيث اننا نخرج بهاي البيوت افضل من البيوت الموجودة الان في البحرين من ناحية التقدمها وزارة الإسكان بين الضباط وبين الأفراد بحيث ان منتسب قوة الدفاع يشعر بالراحل لما يدخل الطمأنينة الطمأنينة فالغضية ان تتوفر للمسكن المناسب توفر للخدم الصحي المناسب توفر للخدم الشرائي والاستراكي المناسب بحيث انه يكتفي ذاتيا فقوة الدفاع البحرين تحرص على تهيئة هاي شيء بالإضافة الى القسائم السكنية بالإضافة الى الشقق الإسكانية على مستوى من الجودة في هاي الأمور الإسكانية بالتأكيد مشاهدين يمكن مسيرة عطاء تتواصل على مدى 44 عام ما أهم الأنجازات التي حققتها قوة الدفاع البحرين خلال هذه المسيرة بعد الفاصل لاتروحون البعيد من يمين وشمال كلنا يا بلدنا من يمين وشمال دارنا يا حمدنا حنا نبدي ثراحة لتعانى القتال من يمين وشمال كلنا يا بلدنا من يمين وشمال دارنا يا حمدنا حنا نبدي ثراحة لتعانى القتال من يمين وشمال كلنا يا بلدنا من يمين وشمال دارنا يا حمدنا حنا نبدي ثراحة لتعانى القتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر برها لا زحرنا جوها لا طمعنا بحرها بايضا يا حماة الوطن راية البحرين حنة يا رجال الدفاع من يمين وشمال قلنا يا ذلل من يمين وشمال درنا يا حماة الوطن حنة نفذ براها لدعنا القتال